بحضور وزيرة الثقافة السيدة هيفاء النجار وعدد من الأباء الكهنة ووجهاء ومسؤولي محافظة الكرك وجمع كبير من المواطنين افتتح سيادة المطران خريستوفورس عطالله مطران الأردن للروم الأرثوذكس روضة ومدرسة بطرياركية الروم الأرثوذكس المقدسية في الكرك وفي كلمته رحب سيادته بالحضور وقال اليوم يتحقق حلم لأهل المحافظة بإقامة مدرسة نموذجية تتجسد فيها الفضيلة إلى جانب التعلم والعلم والعمل لبناء فريق تربوي يترجم رؤية البطرياركية لنهضة مدارسها معلن سيادته عن خصما بمقدار 50% للطلبة المسجلين في المدرسة الجديدة لهذا العام وذلك تعاونا من الكنيسة مع المجتمع المحلي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وألقيت في الاحتفال العديد من الكلمات التي أكدت على أهمية تنشئة أجيال قدرة على ثقافة التغيير الإيجابي وقبول الآخر